ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة اكد الدكتور والحلقي رئيس مجلس الوزراء اهمية اللقاءات السابقة للجنة التي اجرتها مع مختلف مكونات واطياف المجتمع السوري والتي فاقت 47 لقاء ودورها في تعزيز ومد جسور التلاقي بين ابناء الوطن الواحد وترسيخ ثقافة الحوار ونبذ العنف وتعزيز مسيرة الحوار الوطني الشامل واشار الحلقي الى النتائج الايجابية والمثمرة التي تمخض عنها اللقاءات السابقة والارتياح الجماهري والشعبي الواسع لنتائجها والامال الكبيرة المعقودة عليها والتي جسدت في نبضها مبادئ السيادة والثوابت الوطنية وتعزيز التقارب والتلاحم بين ابناء الوطن واجدد الحلقي دعوة الحكومة لجميع ابناء سوريا للمشاركة في مسيرة الحوار وصولا الى عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيجري على الارض السورية وبارادة السوريين ودون تدخل خارجي من اجل رسم مستقبل سوريا السياسي الجديد الذي يؤدي الى تعزيز الامن والاستقرار واطلاق عجلة البناء والاعمار وقد جرى حوار تقييمي لنتائج اللقاءات السابقة ونتائج اعمال اللجان الفرعية فعبر اعضاء اللجنة عن ارتياحهم لما توصلت اليه اعمال اللجان وقدموا بعض المقترحات والافكار التي تدفع عملية الحوار قدما الى الامام وتسرع عقد مؤتمر الحوار الوطني ولجنة